اخبار من الحدث بغداد تفتح أبواب التفاوض حول السلاح المنفلت والاغتيالات تطال قيادات الصدر الرافضة للسياسات الإيرانية بطارية صواريخ تركية جديدة تنشر في ليبيا وأوغلو يتحدى من موسكو لا أحد يخفرجنا من طرابلس اهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة المفصلة بينما لا تزال الأصوات الداعية إلى ضبط السلاح المتفلت وحماية أمن العاصمة بغداد والبعثات الدولية ترتفع في العراق شددا حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على أن الوفد العراقي المرسل إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد كما أكد أن هناك سلاحا منفلتا في البلاد بحاجة إلى مفاوضات ونقاشات داخلية مع قوى إقليمية حاضرة في العراق اليوم خرجت حركة النجباء المدعومة من إيران لتهدد مجددا القوات الأمريكية في البلاد تهديد جديد يأتي بعد أن شهدت البلاد توترا ملحوظا الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة وحركة العصائب الموالية لإيران وفيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أيام إلى إبعاد البلاد عن الصراع الإيراني الأمريكي جدد دعوته اليوم أيضا المتحدث باسم التيار الصدري دعا لإبعاد بغداد عن رعب الصواريخ حسب قوله مضيفا أن هناك دولا مستفيدة من وضع العراق الحالي إن التصعيد الحاصل في المنطقة لا يصب في صالح أي أحد وإن العراق هو المتضرر الوحيد وخصوصا مع الانفلات الأمني من قبل بعض الخارجين عن القانون الوضع بل والشرع أيضا فنرجو الحذر إذا كان هناك مجلس تنسيق للمقاومة فلا يعني ذلك الوقوف ضد الشعب والحكومة كما لا يعني ذلك فتح المجال لمن هب ودب لتشكيل فصائل مسلحة تغرد خارج السر اللهجة الصدرية المغايرة مؤخرا ودعوته طهران لكف يدها عن العبث في العراق رفقها حادث ملفت اليوم حيث اغتال مسلحون مجهولون رامي الشيباني القيدي في سرايا السلام الجنح العسكري للتيار الصدري في محافظة الديوانية فيما كشفت مصادر خاصة للحدث أن خلية تابعة لميليشيات العصائب قامت باغتيال الشيباني ضمن قائمة أعدتها لاستهداف أغلب قادة السرايا في سمراء ومسؤولين تابعين للتيار الصدري أيضا وفي رسائل إيرانية متناقضة بين التهويل العسكري عبر إطلاق مناورات بحرية في هرمز ودعوات التهديئة في العراق أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني دعم بلاده لضبط السلاح المتفلت والجماعات الخارجة عن القانون رسالة حملها وزير الطاقة الإيراني إلى الكاظمي أكد دعم طهران للخطوات الأمنية التي اتخذها لبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون وكان السفير الإيراني في العراق أكد بدوره أمس في مقابلة تلفزيونية أن التصعيد توقف بين بلاده وأمريكا بعد الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني إلى ذلك نفى أن يكون لطهران يد في قصف السفارة الأمريكية اشتركوا في القناة سنكون مع الحزب في صف واحد وجبه واحدة كما كنا معه في العراق أو في سوريا في جبه واحدة وقاتلنا التنظيمات التكبيرية أوضح اللواء يحيى رسول المتحدث باسم قائد القائد العام للقوات المسلحة العراقية للحدث أن هناك فرصة أو فرقة خاصة داخل المنطقة الخضراء مكلفة بحماية المؤسسات الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية وأن الوضع الأمني في بغداد مستقر بشكل تام الخاصة موجودة في المنطقة الخضراء وقاتر على أن تحمي وتدافع عن سواء المقرات الحكومية أو حتى عن البعثات والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدينا قوات أخرى موجودة من الجيش وأن أبطالنا في الداخلية وفي كل أجهزة الأمنية التي تتبع القوات المسلحة العراقية أنا أعتقد هناك تهويل كبير هناك محاولة لإرباك الرأي العام الآن الوضع الأمني بشكل كبير تحت سيطرة قواتنا وهناك استقرار أمني واضح في محافظة بغداد وشدد اللواء يحيى رسول الحدث على رفض بلاده أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتصارعة مطالبا الجميع باحترام سيادة العراق على أراضيه الكل يجب أن يضع العراق ومصلحة العراق أمام عينه لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات ما بين أي دولة نحترم كل دول الجوار نحترم سيادة كل هذه الدول وأيضا الدول الأقليمية وعلى الكل أن يحترم سيادة العراق على أرضه ومياه وسماءه وهذا ما تعمل عليه القوات المسلحة العراقية وبتوجيه من قبل السيد القائد العام القوات المسلحة العراق فوق الجميع ومن أربيل ينضم إلينا اللواء ماجد القيسي مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية أهلا بك معنا دكتور اللواء ماجد أهلا بك معنا في هذه الساعة بداية اغتيال قياد مقرب من الصدر هل هذه الرسالة للصدر الذي غير لهجته قريبا تجاه إيران أماذا؟ سأل خير الحقيقة موضوع الاغتيالات منذ سنة ومنذ بدء الاحتجاجات في تشرين الماضي عام 2019 إلى هذا الوقت الوقت هي لن تتوقف الاغتيالات كثيرة في العراق البصرة شهدت المدينة الإعمارة الديوانية كربلاء النجب بغداد هذه المناطق شهدت عمليات اغتيال وكل هذه العمليات هي أرجع أمرها إلى مجهول بالرغم من اللجانة التحقيقية التي شكلت لكن لم يتم توضيح الجهات التي تقف خلفها اليوم في العراق هناك اتجاهين الاتجاه الأول الذي يدعو إلى الوقوف مع الحكومة وعدم جعل العراق ساحة صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذا المتمثل في التيار الصدري ورسالة سيد مقتدى الصدر الأخيرة التي يوجهها إلى إيران وإلى الولايات المتحدة الأمريكية أشار إلى ذلك وتقريبا انزعجت طهران وردت على لسان متحدثها بوزارة الخارجية سعيد خطيب زادة حول موضوع وحمى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة ما بأنها المسؤولة عن ما يجري في العراق الاتجاه الثاني في العراق وهو يدعي إلى مقاومة القوات الأمريكية وإلى التصعيد وهذا الاتجاه مرتبط وليس خافيا على أحد مرتبط بولاية الفقيه ومرتبط بإيران إذن هناك اتجاهين اليوم برزا مهمين وهذا الاتجاهين يمثلان المكونات الشيعية الفصائل الشيعية وبالتالي هناك قلق داخل البلاد من أن يحدث هناك تصادم ما بين هذه القوة نعم طيب هل يمكن للصدر أن يغير رأيه تحت أي ضغط إيراني؟ لا أعتقد يعني لديه مواقف واضحة السيد مقتدى الصدر وخصوصا هو يدعم الحكومة الكاظمي وسبق وأن انتقد جميع هذه الفصائل التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة أو العمليات التي تقوم بها هذه الفصائل كان ينتقدها علنيا وبشكل مستمر أما إذا تعرض إلى ضغوطات كبيرة لا أعتقد سوف يغير موقفه كثيرا من هذه الفصائل ولكن قد يميل إلى التهدئة في الخطاب الإعلامي للتيار الصدري نعم طيب عندما تقول إيران بأن ما قامت به من رد على مقتل قاسم سليماني انتهى وهي تدعم السيدة الكاظمي الآن في سيطرة على الدولة والقضاء على السلاح المنفلت ماذا نفهم من هذا الكلام؟ الحقيقة أيضا مثل ما يجري في العراق يجري في إيران هناك خطين أو ثلاثة خطوط متمايزة داخل إيران خط الإصلاحيين أو الحكومة وحكومة حسن روحاني وخط المحافظين والحرس الثوري الإيراني الإصلاحيين دائما يتكلمون بلغة دبلواسية تنم على أنهم يميلون إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد ولكن خط الحرس الثوري يميل إلى التصعيد في ظل التوترات في المنطقة وفي ظل الحشود التي أرسلتها واشنطن إلى الخليج حيث أرسلت أصول عسكرية ستراتيجية مثل حاملة الطائرات نيمتز أو الغواصة يو اس اس جورجيا ولأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تنقل غواصة نووية استراتيجية حيث أن جميع هذه التحركات هي خاضعة للسرية والكتمان وبالتالي فهي رسالة ردع إلى إيران وكذلك أرسلت طائرات البيتنين وخمسين وقبلها كان هناك طائرات الأف خمسة وثلاثين الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أرسلت رسائل إلى طهران وبالتالي طهران سوف ترد والرد سيكون عبر مناورات بحرية في مضيق هرمز هذا التصعيد الإعلامي وهذا التصعيد في المواقف العسكرية جاء في وقتين مهمين جدا الفترة الأولى وهي الفترة الانتقالية ما بين بايدن وترامب والفترة الثانية والوقت القادم وهو الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعني المقصود من هذه التصريحات بأن المناورات أو المواجهة التي قد تكون محتملة بين واشنطن وإيران ستكون خارج الأراضي العراقية هل بمعنى ذلك بأنها رفعت الغطاء عن الميليشيات الولائية لها في العراق؟ لا لا إيران لا ترفع الغطاء عن أي أدوات أو أي شبكة وكلاء أنشأتها في المنطقة هذه تعتمد على لأنه هي جزء من توازن القوة الفعالة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك تفوق كبير وساحق في القوة التقليدية وبالتالي إيران تستخدم أدوات ووكلاء في سوريا في العراق في اليمن في لبنان من أجل الوصول إلى توازن القوة الفعالة مع التهديدات الأمريكية لا أعتقد سوف تفرط بهذه الفصائل في الوقت الحاضر ولكن من الممكن ضبط إيقاعها ولهذا أرسل السيد الكاظمي وفدا عراقيا إلى طهران والحقيقة حتى نكون واضحين أن ضبط إيقاع هذه الفصائل وحتى تسليم سلاحها أو حتى حلها أو حتى العملية تقوم بها هو قرار في طهران وليس في العراق ولهذا لجأ الكاظمي إلى هذه المقاربة إيران أنفقت حوالي 16 مليار دولار على هذه الفصائل في سوريا في اليمن في العراق في لبنان وبالتالي لا أعتقد ستفرط بها ورقة بالنسبة لها في أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكان يدركون ذلك والأمريكان أيضا يدركون أن قرار ضبط إيقاع هذه الفصائل ليس في بغداد وإنما في طهران نعم نعم كمّل فكرتك نعم ولهذا نشاهد اليوم أن السيد الكاظمي لديه مقاربة أخرى وهو الذهاب إلى طهران والحديث مع طهران حول هذه الفصائل وخصوصا أن التصعيد ليس بصالح العراق وليس بصالح إيران وحتى ليس بصالح الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عندما تسلم الحكومة في بداية قبل أشهر كان يستخدم استراتيجية الحوار مع هذه الفصائل لكنها لم تثمر على شيء وتوغلت كثيرا هذه الفصائل وبالتالي تحول إلى مقاربة أخرى أما أن يواجه وهو قال ذلك إذا اضطرنا سوف نذهب إلى المواجهة وستكون أكلافها باهضة طبعا ولديه من الأدوات لكنه أين ستكون هذه المواجهة ستكون داخل العراق هل تستطيع الأجهزة الحكومية مواجهة هذه الميليشيات حتى وإن كانت نوعية الأسلحة التي زودتها بها إيران على مدار السنوات الماضية تعتبر أسلحة نوعية هذه نقطة مهمة حقيقة خصوصا إذا ما تحدثنا سيد ماجد عن منطقة جرفة الصخر التي تعتبر مخزن أسلحة بالنسبة لهذه الميليشيات إذا استسمحين لي في هذا الموضوع تطرقتي إلى نقطة مهمة جدا مهما كان السلاح لدى هذه الفصائل لا تستطيع من مواجهة قوات نظامية تقليدها كالجيش والشرطة الاتحادية وجهز مكافحة الإرهاب والكثير من القوات بالإضافة لدعمها من وكالات استخبارية كبيرة هذه قوات دولة قوات حكومية باستطاعتها أن تحسم ولكن أين لكن هي تفكر في الخسائر تفكر في الأكلاف الباهضة بالنهاية وهم عراقيون وبالتالي لا يمكن الصدام داخل العراق بين عراقيين مهما امتلكت لديها أسلحة لكنه لا تتضع مواجهة القوات الأمنية ما تحتاجها القوات الأمنية حتى نكون واضحين أكثر هي إرادة سياسية هي قرار سياسي لأنه عندما تريد أن تشين عملية أو تريد أن تحتوي هذا السلاح أو تريد أن تسيطر على هذا السلاح تحتاج إلى قرار سياسي القرار السياسي اليوم غير حاضر وغير متوفر لهذه القوات وبالتالي السيدة الكاظم يبحث عن مخرج بأقل كلفة من الخسائر وهو ذهاب إلى إيران وتفاوض مع إيرانيين من أجل ضبط إيقاع هذه الفصائل على الأقل في فترة مؤقتة هنا نقطة جوهرية أستاذ ماجد الآن الحكومة تريد أن تدخل في مرحلة انتخابية خلال ستة أشهر وتنتج برلمان جديد بعيد عن عمليات التزوير التي شابت كثير من الانتخابات السابقة في العراق وفق ما يتم الحديث عنه وأيضا الثقة هذه لن تعود بجانب إجراءات أخرى مهمة للانتخابات إلا إذا تم القضاء على السلاح المنفلت معنى ذلك عندما تتحدث إيران وتقول نحن ندعم السيدة الكاظمي في السيطرة على السلاح المنفلت هي معنى ذلك تقول ضمنا بأننا نعمل على تهدئة الأوضاع إلى مرحلة تنمى ما هي هذه المرحلة؟ وكيف يمكن أن بالفعل تنجح أي انتخابات يقدم عليها العراق في ظل هذه الضبابية والأمور المؤقتة؟ الحقيقة أيضا هذه نقطة جدا مهمة هناك الكثير من الأصوات وهناك الكثير من داع أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل سلاح منفلت أو سلاح مع فصائل تستخدمه وبالتالي سوف تكون العملية جدا معقدة وهو الانتخابات ولهذا هناك مطالبات بالنزع أو بالسيطرة على سلاح هذه الفصائل إيران لديها توغل سياسي واقتصادي وأمني لا تستطيع ترك العراق لا تستطيع أن تثلم ستراتيجيتها العسكرية وحتى السياسية داخل العراق لأنه سوف تفقد الكثير من مزاياها العسكرية والسياسية وبالتالي تستخدم ورقة هذه الفصائل حتى في الانتخابات القادمة اليوم هذه الفصائل لديها ما يكفي من القدرات والإمكانيات للدخول في انتخابات مقبلة والحصول على مقاعد وهذا هو يخدم إيران وبالتالي إيران اليوم غير مشتعدة للتخلي عن هذه الفصائل بل تدعمها من أجل الوصول إلى أهداف سياسية في المرحلة القادمة هناك مرحلة مفصلية مهمة وهي هناك صيفين حارين في طهران وفي بغداد الانتخابات سوف تجري في حزيران القادم في العراق وأيضا في حزيران القادم في طهران وبالتالي سوف نجد هناك الكثير من التعقيدات والكثير من التداخلات في هذه المواضيع وخصوصا أن طهران لديها الكثير من الإمكانيات والنفوذ إيران حقيقة تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية في العراق شاء من شاء وأبا من أبا الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن العراق عام 2011 وبالتالي اليوم ما نسمحه من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نزع سلاح هذه الفصائل هو لم يأتي بشيء جديد ولكن ما هي المقاربة كيف يمكن مساعدة حكومة الكاظمي كيف يمكن نعم كيف يمكن مساعدتها أولا أريد أن أعرف كيف يمكن أن تقدم المساعدة لحكومة الكاظمي للقضاء على هذه الميليشيات وما الذي يمنع بأن السياسيين يكون لديهم إرادة فعلية للخروج من هذا المأزق وخروج العراق والاستفادة من خيراتي وثرواتي للشاب العراقي نفسه الحقيقة لحدها لا توجد هناك إرادة سياسية لماذا؟ هذه حقيقة يعني التفكير اليوم لا توجد إرادة سياسية هناك الكثير من الأحزاب وهناك الكثير من الكتلة السياسية التي ارتبطت بأنجدنات خارجية فضاع مفهوم الدولة أو حتى المواطن ارتباطه بالدولة أصبح ارتباطا بسيطا هذه الأحزاب سعت إلى تقويض مقومات الدولة وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من الصعوبة تجد مقاربة لأنها لا تمتلك وكلاء على الأرض فعليين بحيث تستطيع موازنة وكلاء وأدوات إيران على الأرض الولايات المتحدة الأمريكية سوى أنها تقوم باستخدام القوة الخشنة أو القوة الصلبة أو استخدام القوة الناعمة كالعقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك والتهديد واستراتيجية الرادة العراق اليوم بحاجة إلى وقفة جادة اليوم العراق بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من النقاط يعني نحن اليوم أمام مفترط طرق في حزيران القادم أنا لدي سؤال واحد على السريع يعني الكلام اللي حضرتك ذكرته مهم جدا يا أستاذ ماجد ما الذي يمنع بأن يكون هناك تراخي في دعم العراق هذه نقطة نقطة ثانية من الآن إلى موعد مقتل قاسم سليماني في الثاني من يناير هل تتوقع بأن يكون هناك أي عمل عسكري في العراق أم فقط سيكتفي الأمر بمناورة عسكرية في مضيق فرموس كما ذكرت الحقيقة يعني المواجهة المباشرة ما بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية مستبعدة ولكن قد تكون هناك مواجهة محدودة أو استخدام الوكلاء أو الوكلاء السريين أو عمليات يمكن أنكارها وصعوبة إثباتها اليوم المواجهات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران أتخذ قواعد لعبة جديدة بدون مواجهات مباشرة وأنما استخدام إطار الحروب الظل والتي هي السبرانية والاستخبارات والعمليات الخاصة بالمقابل إيران أيضا تستخدم هذا الاسلوب بالإضافة إلى الوكلاء استبعاد المواجهة في المنطقة أعتقد بهذه الفترة هو أمر وارد لأسباب معينة وما كنزي أشار إلى ذلك أنه واشنطن لا تسعى إلى الحرب وحتى طهران وطهران تدرك أنها لا تستطيع المواجهة في ظل ظروف عقوبات اقتصادية وهناك أيضا هناك شروخ في مزاياها العسكرية بعد عملية المطار وصعوبة إملاء الفراغ الذي خلفه مقتل الجنرال القاسم سليماني بالإضافة إلى أنه لا يمكن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو في المنطقة خشية أيضا من موقف أوروبي قد يكون ينخرط مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل وهذا ما لا ترغب فيه الكثير من المقاومات التي تمنع حدوث مواجهة مباشرة لكن سوف نجد تصعيدا في حروب أخرى وحروب إعلامية حقيقة الحديث معك يفتح الكثير والكثير من الأسئلة ولكن الوقت انتهى على أمل اللقاء بك إن شاء الله في ساعات أخرى عبر شاشة الحدث من أربيل اللواء ماجد القيسي مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات شكرا نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي تؤكد أن الحرب لا يمكن أن تكون حلا للأزمة الراهنة اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم مشاهدين من جديد في ملفنا الثاني لهذه الساعة نتحدث عن ما يحدث في ليبيا والأطراف المعنية بالأزمة الليبية تركيا وروسيا فيما جلس كل من وزيري خارجية روسيا وتركيا إلى طاولة واحدة في سوتشي لمناقشة الملف الليبي واصلت أنقرة مد الغرب الليبي وميليشيات الوفاق بجسر جوي عسكري تركي فتركيا نقلت إلى ليبيا بطاريات صواريخ ومنظومتين رادار ثلاثي الأبعاد في خرق واضح للإرادة الدولية المتمثلة في مخرجة برلين والقرار 2510 والإرادة الليبية متمثلة في اتفاق اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بوقف إطلاق النار فالنظرية الرسمية التركية المتكررة تقول إن وجودها في ليبيا جاء بطلب حكومي ولا يمكن لأحد إخراجها من هناك ولا تقبل التنازلات أبرمنا مع الحكومة في ليبيا اتفاقيات لتدريب العسكريين هناك ولوجود مستشارين عسكريين وهذا مبني على اتفاقية واضحة ولا يحق لأحد أن يطلب من تركيا أن تخرج من ليبيا نحن لدينا علاقات تاريخية مع ليبيا ولدى الدول الغربية نهجها ولدينا نهجنا ونحن موجودون لمصلحة التعاون المتبادل عبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي عن قلقها البالغ من التصعيد الأخير بعد نجاح جهود التهدئة وحذرت في بيان لها من بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف كما أكدت اللجنة على إدانة دعوات الاقتتال بين الليبيين وعلى أهمية صون وحرمة الدم الليبي مجددة وقوفها ضد أي خيار الحرب أو من يحرض عليه مضيفة أن الوقت حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير وحذرت اللجنة من اندلاع حرب جديدة في ليبيا اشتركوا في القناة وللحديث حول ما يحدث الآن في ليبيا من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي يفجيني سيدروف وأيضا ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي أوبتاي يلماز أهلا بكم ضيفي الكريمين سأبدأ من موسكو سيد يفجيني التصعيدات التي تقوم بها تركيا والعمليات الاستفزازية في خرق القوانين الدولية وإمداد حكومة الوفاق بالمزيد من الأسلحة العسكرية كيف يمكن أن تقرأه موسكو وكيف تتعاطى معه؟ طبعا ما يحدث الآن في ليبيا ولسيما هذه التحركات التي تقوم بها تركيا لتعمل على تهديئة الأوضاع في ليبيا كما كان قد اتفق في أثناء المباحثات التي انتهت في شهر أكتوبر 21 الماضي والمشاركين في هذه المباحثات أشاروا إلى ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من أراضي ليبيا وهذا يعني القوات التركية هي الأخرى يجب أن تغادر يعني ليبيا خلال فترة قريبة جدا لكن هذا لم يحدث وما حدث هو عكس ذلك وبالتالي فالأوضاع أصبحت متوترة الآن في هذا المجال روسيا بطبيعة الحال ربما تنظر إلى هذا الوضع بقلق ولكنها تحاول كما يبدو من سلسلة اللقاءات والمشاورات مع الجانب التركي من الاتفاق على أن لا تؤدي هذه التحركات إلى مزيد من التصعيد ولا إلى اندلاع مواجهات جديدة في ليبيا بعد التهديئة التي تم التوصل إليها وأعتقد بأن ما يحدث الآن فيما يتعلق بالمشاورات الروسية التركية من شأنه أن يؤدي إلى تفاهمات ما ربما سوف تسمح في المستقبل بتهديئة الأوضاع بشكل فعلي والانتقال إلى عملية سياسية حقيقية بمشاركة كافة الأطراف ولإرضاء مصالح كل اللعبين الذين لهم علاقة بهذا النزاع سنحاول العودة لهذه النقطة سيد أفغيني ومعرفة ما هي ممكن هذه النقاط التي تسمح لكل الأطراف بالتراضي ولكن سنتقل إلى موسكو عفوا إلى اسطنبول أكتاي يلماز أهلا بك معنا سيد أكتاي إلى هذه الساعة كيف تفسر بأن تركيا دائما تقول بأن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا عن طريق السلام وتدعم السلام وبعيدا عن العمل العسكري مقابل ذلك تزيد من إمدادات حكومة الوفاق بالعتاد وبالصلاح هذه الإزدواجية كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقرأها وما هي الرسالة التي تود تركيا أساسا إيصالها للداخل الليبي ولمجتمع الدولي أيضا تحية طيبة مساء الخير نعم أولا من يقوم بالتصعيد في ليبيا بعد تحقيق وقت اطلاق النار واستمرار جهود الحل السلمي من يقوم بالاستفزاز بكل تأكيد المتمردون الجنرال المتمرد هو أطلق تصرحات خليفة عفضر أطلق تصرحات هدد تركيا والجيش التركي والمصالح التركية كأنه عمل القرصانة في البحار في الشواطئ الليبية وما إلى ذلك بينما تركيا بكل تأكيد تواصل تواصل طعم الجهود الدبلوماسية جهود الحل الدبلوماسي بنفس الوقت تواصل طعمها للحكومة الليبية هذا الطعم للحكومة الليبية لم يأتي من الفراغ بموجب هذا جاء بموجب الاتفاقيات بين الدولة التركية والدولة الليبية والتركيا موجود كما ذكرتم هناك بطلب من الحكومة الليبية لو لا هذا الطعم التركي لليبيا لكانت سقطت الحكومة الليبية أمام الجمعات المسلحة التي تقودها طيب سيد أكتاي هذه النقطة نعود قليلا إلى السنة الماضية سيدتي الكريمة نعود قليلا إلى السنة الماضية كانت هذه الجمعات المسلحة على أبواب مركز درابلوس والتركي أنقذت طيب أستاذ أكتاي سكوت العاصمة الليبية السكوت أمام المسلحين وحققت التوازن على الساحة ووفرت إمكانية وخلق الظروف للتهتية سيد أكتاي نعم سيد أكتاي أنت عندما تتحدث عن القائد الجيش الوطني الليبي وتقول بأنه متمرد هو من جانب آخر ينظر إليكم على أنكم قوة احتلال لكن متمرد على الحكومة على الشرعية أنا لا أسلل بالنفس هذا هو الباقي القانوني هذا ما قلته في حضرتك في الحوار هو ينظر إليكم على أنكم أيضا قوة احتلال وهذه النقطة تحديدا أنقلها إلى ضيفي من تونس الكاتب السياسي الليبي عز الدين عقيل له حق الرد أيضا تفضل سيد عز الدين لتشاركنا هذه النقاط إذا كان هناك لديك تعليق على الإمداد العسكري المستمر من تركيا إلى حكومة الوفاق حتى الآن تحياتي لك يا أختي الكريمة ولضيوفك الكرام وكذلك لسادة المشاهدين يبدو أنني سأضطر إلى أن أعيد لضيفك الكريم نفس الكلام الذي سبق وأن قلته له في المرة السابقة ما تريدونه في ليبيا ليس حماية الحكومة الشرعية وليس حماية العاصمة وإنما حماية الورقة التي مكنكم منها فايز السراج وهي ورقة مغارة علي بابا الخاصة بغاز شرق المتوسط أنتم عندما تورط فايز السراج في العام 2015 ولم يتمكن من الدخول إلى ترابلس من تونس بعد أن عين رئيسا للمجلس الرئاسي فرغاطة إيطالية هي التي تطوعت وأدخلت السراج إلى ترابلس والإنجليز هم الذين تدخلوا وأقنعوا الميليشيات بعدم قتله وليس الأتراك لأن في ذلك الوقت لم تكن قصة مغارة علي بابا لغاز المتوسط قد ظهرت بعد ولم تكونوا بين أيديكم تلك الورقة ورقة ترسيب الحدود التي تعطيكم الحق بالتنقيب قد باتت بأيديكم بعد كما أنه في العام 2018 عندما هاجم الكرنيات وكان هجوما أخطر حتى من هجوم الجيش على ترابلس وكانوا يقولون في بياناتهم بكل وضوح بأنهم يريدون تحويل فائز السراج إلى المحاكمة لأنه أجرم في المساواة بين الليبيين لم تتدخلوا لحمايته في ذلك الوقت لأن الغاز المتوسط أيضا لم يكن قد ظهر بتلك الصورة وكذلك لم تكن بأيديكم في تلك الأيام ورقة ترسيم الحدود مع السراج التي أعطتكم الحق بالهجوم على حقوق غيركم بشرق المتوسط أنتم تريدون حرق الشعب الليبي عن بكرة أبيه من أجل الحفاظ على غاز المتوسط قبل غاز المتوسط وقبل الورقة مع السراج لم تتدخلوا بأي شكل من الأشكال عندما قتل أولئك المجرمون الناس الليبيون المتظاهرين العاديين في غرغور لم تتدخلوا عندما هجر الناس من مدينة تورغاء لم تتدخلوا عندما هجر الناس المشاشية من كل مكان لم تتهجروا عندما أقيمت السجون السرية أكثر من خمسين سجن سري يسام فيه الناس سوء العداب لم تتدخلوا أنتم لا يعنيكم الشعب الليبي ولا يعنيكم الليبيين أنت أيضا نخبوي وتتمنى أن تكون مع فايز السراج في هذا أنت تعرف بأن فاتورة الغاز أو فاتورة الطاقة التي تدفعها تركيا اليوم هي خمسين مليار وإذا ما تمكنتم بهذه الورقة التي أعطاكم يا فايز السراج من إلغاء هذه الفاتورة فإن مستوى معيشتك أنت سيتحسن مستقبل أطفالك سيصبح أفضل وبالتالي أنت لا ترى مانعا في أن تحرق أطفال ليبيا وأن تدمر شبابهم وأن تدمر مستقبل البلد من أجل أن تحقق هذه المصلحة ثم عندما تقول بأنكم تواصلون حلا سلميا دبلوماسيا كأتراك في ليبيا كيف تواصلون هذا الحل وأنت تتحدث عن أحد الأطراف بأنه متمرد إذن أي صراع وأي رزاع هذا الذي تتحدث أنك تريد حله إذا كان أحد الطرفين الرئيسيين أنت تصفه بالمتمرد إذن قل لي بالله عليك من أولئك الذين تمارسون هذا الحل الدبلوماسي بينهم هل هو بين فايز السراج والشياطين أو العفاريت مثلا أنتم تراوغون أنتم تراوغون وتبيعون الكذب الشعب اللي بيعرف تماما أن كل ما يهمكم هو غاز المتوسط أهمكم هو الورقة التي تحصلتم عليها والتي هي السند الوحيد في أيديكم الذي يستندون عليه الآن بالتفتيش والتنقيب عن الغاز المتوسط هذه هي حكايتكم وهذا هو سبب تدخلكم وقد قالها رئيسكم بكل وضوح قال بأن الصمود هذه الورقة هو من صمود حكومة السراج راجع تصريحات رئيسكم وستجد هذا التصريح قد قاله بكل وضوح إذا كان لديك رد يا سيد أكتاي قبل أن أنتقل إلى موسكو يعني أعيد عليه الألفاظ السيئة ولا أريد أن تنزل إلى مستواه دائما الشخص يعبر عن نفسه هذا من جانب من جانب آخر يعني هو يتجاهل كيف كان الفض قبل التدخل التركي بطلب من الحكومة الليبية وكيف الفض اليوم قبل الدعم الترك للحكومة الليبية كانت المجموعات المسلحة تقتل الشعب الليبي يعني يدمر المدن يقتل المدنيين وكانت هناك فوضى مطلقة وكان قاب قوصين من أن يفرض الجنرال المزعوم حكما عسكريا على جميع الليبيا ولكن بفضل الدعم التركي ليبيا نجحت من هذه المحاولة على الأقل تم تحقيق التوازن في الساحة ولذلك نعم أنا لا أؤيد أي طرف أنا تركيا تتحدث مع الحكومة الليبية المعترح دوليا وليس من العيب أن تكون هناك مصالح بين الدول يعني الدول ليست جمعيات خيرية صحيح هناك بكل تأكيد هناك مصالح متبادلة نعم هناك تركيا تريد تطوير علاقتها مع ليبيا هناك شركات ليبيا وتركيا تريد إنهاء هذه الأزمة نعم لتطوير هذه المصالح وهذا العمل المشترك وما إلى ذلك ولكن اتهمت تركيا بهذا الشكل بالاحتلال أو بما يعني هذا شيء مضحك جدا كيف يكون احتلالا والحكومة الليبية دعت يعني هي طالبت وما زالت تطالب هذا الطعم وهذا الطعم بموجب الاتفاقيات بين الدول طيب أسمح لي لا تتعامل مع الفصائل مع المجموعات المسلحة مع المتمردين نعم أتحدث عن التمرد ضد الحكومة الشرعية كل طرف سيكون له حق الرد يا سيد أوكتاي نعم رفع السلاح رفع السلاح على الحكومة تعتبر تمردا يعني بالقانون نعم طيب دعني أنتقل إلى سيد يفقيني سدروف سيد يفقيني في موسكو يعني من المنتظر أن تكون غدا زيارة أول يوم تمت هذه الزيارة بين وزير خارجية حكومة الوفاق مع وزير خارجية موسكو في الوقت الذي الجسر العسكري مستمر من تركيا لحكومة الوفاق ويبدو بأنه هناك في تطور في نوع الأسلحة يعني هناك نوعين من السلاح صواريخ هوك يبدو بأنها أيضا تورد إلى ليبيا كيف يمكن أن يصل الطرفين الآن من موسكو والتركيا إلى أرضية مشتركة للحل الذي تطرقت إليه في بداية حديثك الذي يرضي جميع الأطراف ويحافظ على مصالح الجميع أنا أبدأ من الإجابة عن هذا السؤال بأن هناك مجموعة مشتركة روسيا تركيا للتخطيط الاستراتيجي ويعني في إطار اجتماع السامن لهذه المجموعة أو الجلسة السامن لهذه المجموعة التقى اليوم وزيراء الخارجية الروسي والتركي في سوتي وبالتالي أنا أعتقد بأن من الملفات التي نقشت اليوم طبعا الملف الليبي ربما تصدر قائمة الملفات التي ترحت على بساطة البحث إلى جانب طبعا الملفين الأخرين ليقلان أهمية عن الملف الليبي هما الملف السوري وملف كارباخ ولكن أنا أعتقد بأن ردا على سؤال كالزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية في حكومة الوفاق لروسيا يوم غد هي مهمة من حيث أنه يمكن للطرف الروسي ربما أن ينقل إلى الطرف الليبي ما تم الاتفاق عليه مع تركيا أو البحث أو التباحث في الوضع الحالي في ليبيا مع الجانب التركي اليوم وبالتالي روسيا يبدو أنها يمكن أن تؤدي دور الوساطة في تسوية هذه الأزمة والتوصل إلى انفراجه وتخفيض حد التوتر على الأقل في المستقبل القريب لكي تنفذ كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أكتوبر ضمن مجموعة خمسة زاية خمسة ولكي يتم خطو أولى الخطوات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطافة إلى حل نهائي للمشكلة الليبية طبعا هناك طرق مختلفة وربما مقاربات مختلفة إذا التعامل مع هذا الملف ولكن أنا أعتقد بأن روسيا وليبيا يمكنهم أيضا التوصل إلى تفاهم حول مستقبل التطورات في هذا البلد وربما الحد من التدخل العسكري التركي وهو أصبح أمرا واضحا فيما يجري الآن في ليبيا هذا ما سيدور عليه عنه الحديث كما أعتقد في أثناء لقاء وزيري الخارجية الروسي والليبي في حكومة الوفاق نعم سنتقل إلى تونس مع سيد عز الدين سيد عز الدين عطفا على ما ذكره سيد يفغيني من سدروف الآن أي مباحثات أو أي مقاربات يقوم بها الطرفان الطرف حكومة الوفاق والطرف الروسي ولا ننسى أن ذلك جاء بعد زيارة مصر أيضا الوفد الأمني الذي جاء إلى مصر وبحث الكثير من الأمور الأمنية لمحاولة استثباب الأمن وإعادة تطبيق القرارات الدولية هل تعتقد بأن هذه المقاربات بالفعل ستنجح وما الذي ينقصها إن لم تكن إجابتك بنعم شوفي أختي الكريمة ما أعرفه تماما أن تنائية هذا التدخل الروسي التركي في ليبيا ستنتهي قريبا من تسبب في دخول الروس والأتراك إلى ليبيا هي سياسات ترامب الذي سقط وإلى غير رجعة ترامب هو الذي جاء بأردوغان إلى ليبيا والروس جاءوا بشركة إلى ليبيا الروس والأتراك الآن يتقاسمان مصالحهم في ليبيا الروس والأتراك علاقتهم استراتيجية كبيرة بحيث أن ليبيا وروسيا وسوريا لا يعني عن شيء روسيا وليبيا مجرد في إيران تجارب للروس والأتراك يجربون عليهم السياسات الأصلحة والأنفعة لهما روسيا مصالحها أكبر في سوريا وتركيا مصالحها أكبر في ليبيا والاثنين دخل بواسطة فراغ سياسي الأتراك طبعا دخلوا بواسطة أمر مباشر من ترامب لأردوغان والروس دخلوا بواسطة شركة والاثنين يحاولان كما قلت الآن أن يتقاسم هذه المصالح بشكل كبير وكبير جدا وفي ظني أنه مع مجيء ترامب سوف تعود مجيء بايدن ليبيا بشكل كامل إلى الاتحاد الأوروبي لكي يقدم هو نعم نعم مع مجيء بايدن مع مجيء بايدن في ظني أن بايدن سوف يعيد تماما مثلما هي سياسات أوباما الذي يعتقد أو يعتبر بأن ليبيا هي مجال جيو سياسي خاص بالاتحاد الأوروبي هو لا يعود لروسيا ولا يعود لتركيا روسيا نفسنا تدخلت بشكل مباشر في ليبيا لربما قامت حرب عالمية طيب سيد عز الدين من فضلك في هذه النقطة الآن ما الذي يمنع بأن تكون القوات التركية أو تركيا تدخلت في ليبيا بإعاز من الولايات المتحدة لحماية مصالح الفنيتو من التقدم والزحف الروسي هذه نقطة إذا كانت هذه النقطة بالفعل كما يقول بعض المحللين صحيحة ما هو التعويل على إدارة الرئيس المقبل بايدن إذا كانت الاستراتيجية والإدارة الأمريكية الخارجية واحدة في سياساتها هذا كان مجرد الغطاء الذي أعطاه ترامب الدخول التركي كان من أجل رد الجيش إلى خط التماسي الموجود الآن بقاء الروس في جهة وبقاء الأتراك في جهة هذا يعني أن تمت طرفين متصارعين وتمت أزمة دولية كبيرة في ليبيا هنا تدخلت خطة ترامب الذي كان يريد فرضها على الشعب الليبي والتي كانت ستنتهي إلى احتلال المنطقة الوسطى هذا ما قالته ستيفاني في أحد تصريحاتها عندما قالت لا بد أن نتدخل لحماية المنطقة الوسطى وكان فعلا ترامب يعوّل لجلب قوات من شكوزدوفاكيا وبلغاريا ومالطا من أجل احتلال المنطقة الوسطى وكان قد جاء بالجنرال ميغيل كوريا الذي كان يحتل الكرسي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي وكان ذلك الجنرال سيكون بريمر ليبيا وكانت انطلاقا من ذلك تدخل في وسط البلاد بحجة حماية المنشآت النفطية كما قالت ستيفاني وكما كانت تقول بعض المصادر الأمريكية كانوا سينطلقون الاحتلال ليبيا برمتها ترامب يعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون وسيلة مهمة لاحتلال الدول هو يعتقد أو يصف الرئيس جورج دابليو بوس بأنه غبي لأنه كان يقول بأنه كان بإمكان استخدام الأمم المتحدة في احتلال العراق دون دفع ذلك التمن الكبير وبالتالي في ظن أن خطة ترامب كانت تعتمد على وجود دولتين تساند كل منهما طرف من أطراف الصراع لتدكين الصراع ولخلق ذلك المبرر الذي يجعل ترامب يتحرك ومحاول الاتحاد الأوروبي جريا وراء غيطاء أن هناك دخل روسي يجب القضاء عليه ولكن عمليا هو من أجل سياغة الخطة الأمريكية وفرضها على ليبيا حتى يكون حق الرد محفوظ لضيفي الكريمين من موسكو ومن تركيا معي من تركيا سيد أكتايا الماز حق الرد محفوظ لك لما ذكره سيد عز الدين وأيضا أريد أن أعرف منك تفسير بتمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا ماذا يعني في ظل كل هذه المباحثات حول السلام في ليبيا طبعا التمديد جاء بناء على طلب الحكومة الليبية كما قلت هذا أولا ثانيا سيدة الكريمة لا توجد هناك قوات تركية مقاتلة هناك كلما هناك مستشارين عسكريين خبراء عسكريين لتدريب الجيش الليبي وكذلك تقدم الاستشارة وبكل تأكد هناك السلاح لحماية هذه هذه العناصر هؤلاء الخبراء هناك حديث كبير كثير جدا حقيقة السلاح التركي إرسال التركية المنظومات كما ذكرتم طيب من أين تنزل السلاح على حفتر على جماعة حفتر هل تنزل هل تأتي من السماء كهدية من الله من أين تأتي كل هؤلاء المرتزقة يعني حفتر كلنا نعلم يقود مجموعات معظمها مرتزقة من السودان أو من أطراف الأخرى من أين يأتون هؤلاء الأشخاص من أين تأتي كل هذه الأسلحة إلى بنغازي يوميا يعني هذا هو الفاقي المر في ليبيا ولكن مع ذلك هناك يعني نية للمجتمع الدولية لأولا استمرار هذا وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك إنجاح عملية السلام بكل تأكد سينجح السلام في ليبيا وكركيا المساهم الأساسي لهذه الجهود وبعد تحقيق السلام بكل تأكد سأترك ما تبقى هناك حاجة لهؤلاء الخبراء العسجرين سيد أكتاي حتى تنتهي الساعة سأترك المتبقي من الوقت دقيقة ونصف إلى سيد أفغيني سيدروف سيد أفغيني سيدروف أي مباحثات ستكون والأشراط والجماعات السياسية وجميع السياسيين في ليبيا يشترطون خروج السلاح قبل إتمام أي مباحثات والاتفاق أساسا على أي مباحثات طبعا هذا المطلب ربما يكون شرعيا من قبل هذه الأطراف التي يطلب بصحب الأسلحة والعسكريين ولكن تحقيق ذلك يبدو أنه سيكون مهم صعب نوعا ما وإنما الحديث يمكن أن يدور حول الحد من التواجد العسكري التركي مثلا ضمن حدود رمزية مما يسمح لتركيا بحفظ ماء الوجه ومما لا يخلق انتباعا بأن تركيا تتوسع وهذا يخلق تعقيدات كبيرة تنعكس سلبا على الأوضاع المحيط بليبيا بطبيعة الحال لا يجوز السماح بمثل هذا التطور مستقبلا وهذه المهمة تقف أمام كل اللاعبين الذين لهم علاقة بالأزمة الليبية شكرا ضيفي من موسكو المحلل السياسي أفغيني سدروف وأيضا كان معنا من تونس الكاتب السياسي اللي بيعز الدين عقيل وأيضا من اسطنبول الكاتب السياسي أوكتايا يلماز شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام وأيضا شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة